عن تعامل الصحافة الإسبانية مع خبر وجود إبراهيم الدياس بشكل رسمي في لائحة المنتخب المغربي نتابع توضيحات يوسف التمساماتي الصحفي المغربي من برشلونة بطبيعة الحال بدأ أولا مساء الخير تحية طيبة لك ولكل مشاهدي مديان تيفي بطبيعة حالة هذه اللائحة تدل على أن وليد الرقرقي يدخل في مرحلة جديدة مرحلة تشبيب المنتخب الوطني مرحلة البحث والتنقيب على وجوه جديدة وجوه شابة خصوصا تحدثت عن لاعبين يمارسون في البطولة الإسبانية لكن لا ننسى أنهم لي يمارسون فقط بل هم لاعبون تم تكوينهم في أندية إسبانية ونحن نعرف أن الأندية الإسبانية هي من أفضل إلى ما قلناش أفضل المدارس الكوروية لكي نحن الآن في العالم نتحدث عن ريال مادريد نتحدث عن مدرسة بارسلونة التي تكون فيها شادي رياض مثلا نتحدث عن إلياس أخوماس التي كذلك تكون في المدرسة ديال بارسا بالرغم أنه كالعامعة في الرياض فأظن أن وليد الرقرقي الآن على الطريق الصحيح هذه القرارات كلها في اعتقاده هي قرارات صائبة وبطبيعة الحل ما يبحث عنه وليد الرقرقي هو خلق منتخب جديد بوجوه جديدة بدماء جديدة بأسماء جديدة لدخول غمار المنافسات كأس إفريقيا اللي غتنظم في المغريف 2025 وكأس العالم ديال 2030 كذلك اللي غتنظم في المملكة المغربية موسيقى